اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هي القلعة التي دائما تكون هي الرائدة الاولى في جميع المحطات التشريعية والانتخابية على السعيد الوطني واختيار السيد الرئيس لهذا اللقاء من هذه الجولة يعني اللقاء الاخير على مستوى الجهات اختيار هذه الجهة دليل على ما قلته فشكرا لسيد الرئيس على تقديره لهذه الجهة كذلك نغتنم هذه الفرصة باسمكم جميعا باش نهنيو الرئيس دينا على التقة لوضعوها فيه جميع المنادلين والمنادلات لتجمع الوطن الاحرار من خلال من خلال من خلال اجتماع دي المكتب المؤتمر الوطني الاستثنائي لإعطال الرئيس الطيقة المطلقة لترأسي هذا الحزب وللقرار دي مصيره المستقبلية فنهنيه جميعا وإلى عطينا هذا التقة وهذا التقدير وهذا المسؤولية رحنا نعرفه على أنه أهلا بها وقد بها وهذا مش غير جو تعطيت هذه الخصائل لهذا الرئيس هذا الرئيس هو ابن زعيم ومناظر ومقاومي وطني في المقاومة ضد الاستعمار وكان من حامل السلاح والمكافحة من أجل الاستقلال دي البلاد ودوز الحكم ودوز الشيجن في قليميم في الصحرات دي القليميم بله فهذا الشخص هو عنده تاريخ ديال الزعامة ودية تحمول المسؤولية ودية الكفاح على بلاده فنحن نحن التجمعيين نحن هذا شرف لنا لكي يكون عندنا واحد الرئيس من هذه الصلة هذه من هذه النبتة وكذلك منواجب علينا جميعاً باش نديروا اليد في اليد ونكونوا إلى جانبه ونعونه من أجل إنجاح هذه المسؤولية الكبيرة تجمع المستقبل حزب التجمع الوطني الأحرار حزب التجمع الوطني الأحرار كي يعيش الآن في سنة 39 ديال تقسيس ديالو حزب عارق وحزب تزعي التجارب وتزعي محان وكان دائماً يخرج فائز فلذلك بناء المستقبل ديال التجمع في إطار المسيرة السياسية ديالو نتمنىوليه النجاح بالقيادة ديال الأخ ديالنا سي عزيز أخ النوش سي عزيز أخ النوش الرجل جاب شعار من شعار ديال التجمع وهي أغاراس أغاراس محل ومن لهذة أنغاراس أغاراس سي من sprayed tGI نجه إطار المسيرة يكون لدينا شعار أغاراس 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 هو المعقول، هو الثقة، هو المصدقية، هو الوفاء بالكلمة هذه الخصائر كلها فيه نتمنى أننا كذلك نكون فينا كاملين ونكون من ورائه ونزيد بهذا الحزب إلى المستقبل وشكراً شكراً